الله أكبر طب خليني أخبر من الجملة دي بقى أول حاجة نكون ناويين نتكلم في موضوع متعلق بسلوكياتنا جميعا في رمضان الإنسانية بمسلميها وغير مسلميها بخير وسلام أي أنه لما أخذ الكلام ده من على لسان فضيلة الدكتور أحمد كريمة هذا يعني أنه الإسلام بكافة مداهبه وروافده ومدارسه الفقهية يقول أنه الإنسان في خير وسلام بصرف النظر عن عقدته ودينه وطيفته وخلافه أحسنت وأصبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وَلَخَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطِيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الرسول القائل ما خلق الله تعالى خلقا أعز عليه من بني آدم ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت نبينا ومنهم سيدنا علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه له كتاب أكشف لأول مرة في الإعلام للعالم اسم رسالة الحقوق وختم كتابه بحقوق أهل الكتاب من زمن بعيد في صدر الإسلام سيدنا علي زين العابدين بن الإمام الحسين له كتاب رسالة الحقوق من ينشر ويبس ويترجم هذا الكتاب في حقوق الإنسان من بيت آل بيت النبي صلى ثم بعد آل البيت وأسني بالصحابة ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر الذي أرسى قاعدة زهبية في تكريم أهل الكتاب حينما قال لعمر بن العاص رضي الله عنه ماذا استعبدتم والناس يقصد قبة مصر وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار الله وبعد الحقيقة أني لما تنظر في خطبة حجة الوداع لن تجد عبارة فيها يا أيها المسلمون أيها الناس بالضبط أحسنت أتجد يا أيها الناس فلما هي الإسلام بيعصم الدماء والأموال والأعراض إنما للمسلمين ولغير المسلمين ولذلك عندنا من دقائق الفقه الإسلامي حرمة مال غير المسلم كحرمة مال المسلم حرمة عرض غير المسلمة كحرمة عرض المسلمة حرمة دم غير المسلم كحرمة دم المسلم ولذلك أعجبني الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وأذكر لك طرفة لمشاهدين في رمضان كنت في معية الإمام الراحل سيدنا الشيخ معاقل أستاذ دكتور محمد سيد طنطاوي الله رحمه الله رحمه الله هو رجل مستنير بحق وكنت معه في دولة طاجستان في مؤتمر عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان فطلب مني أن أتكلم فوجدت الناس تكلموا في ترجمته وتاريخه ومولده وتربيته فخطر لي خاطر استحوذ على إعجاب المؤتمر كله قلت إبقى حقوق الإنسان عند أبي حنيفة أبو حنيفة ينفرد بأن لو المسلم قتل غير مسلم يختص منه لازم يبقى مؤلف كده يعملوننا دكتور رحمة الكريمة حقوق الإنسان نعم عند أبي حنيفة النعمان والله الله يفتع عليك عارف قال إيه أبو حنيفة استدل السدلال واضح ومختصر وجميل ومفيد وما قدرش حد يجدله فيه قرب وانا قال في القرآن قال نفسه بالنفس نفس ما وصفهاش على عقيدة نفسه بنفس يا مطلق وعام قال إيه أبقى نفس غير المسلم كنفس المسلم فإذا المسلم قتل غير مسلم يختص من المسلم فهنا حضرتك أنا لما بقول ربنا يبارك فيك وده اللي انت خليته يعني غيرنا ما صار مأه الموضوع الحلقة الرئيسي في السلوكيات وده برضه من السلوكيات لما أنا بقول أعاد الله رمضانا بالخير واليمن والبركات على الإنسانية بمسلميها وغير مسلميها نعم لأن الإسلام في التعامل الإنساني لا ينظر إلى لا الدين ولا المعتقد ولا اللغة ولا اللون ولا الجنسية إطلاقا يعني شوف حضرتك مثلا أمثلة كثيرة جدا يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما في يوم عيد القطحة زبح أطحية وبعدين بيقول له يعني بيقول لخادمة ابدأ بالصدقة أو الهدية على جيراننا فقال له وكان سيدنا عمر يسكن في دمشق وأنا الفكرة يعني زرت بيته بجوار المسجد الأموي في دمشق فقال له أن أول بيت بيت واحد من اليهود قال أعطيه أولا لأن له جملة حقوق أنه هو من أهل الكتاب وأنه هو من الجيران فحضرتك الإسلام هنا بيتسع للرحمة لكل أبناء البشر يعني مثلا نحن الآن في مصر المسلمون يصومون والمسيحيون يصومون صح باكتمع الصيام الأمر الآخر أن نحن حتى في دعائنا لما ندعو دعاء عام تخطي بالحضرتك ولا ندعو دعاء يعني عفوا خاص للمسلمين ويكون ده حكر على نحن لا يعني من قول اللهم مش في المرضى اللهم واسي المساكين وزوي الحاجات يعني من قولش نختص في الدعاء نقول لي اللهم مش في مرضى المسلمين لا يا خمد خليها المرضى أحسن خليها المرضى على عموم الإنسانية أسهر ربنا قال لك إيه في القرآن والله العظيم يا واسي بيه دعاية هي فيها حقوق الإنسان كلها وما ربنا قال إيه الحمد لله يا رب ما قالش المسلمين العالمين العالمين إحنا شو بنقرأ كم مرة في اليوم يبقى الحمد لله رب إيه رب العالمين فحضرتك لما نقول إطعام الجائع هجيب بقى كلام كده من نفائس الفقه الإسلامي سألوا الإمام الشافع رضي الله عنه و أرضاه طيب هل ممكن صدقة الفطر ودي إحنا في شهر رمضان و الآن من الممكن على مذهب الإمام أبي حنيفة خرج صدقة الفطر وعلى مذهب الإمام الشافع من منتصف رمضان و لأنه أخرها اليوم العيد كما يقول المتشنجون عشان ناس يقدر تقدر حاجته طبع فسألوا الإمام الشافع رضي الله عنه و أرضاه هل ممكن أدفع صدقة الفطر لأهل الكتاب قال نعم إذا كانوا فقراء إذا كانوا فقراء و كتابات كتير كتبها مثلا الإمام القرافي ده من أئمة المالكية الكبار ما قال يعني ننظر في أحوال الناس إن وجدنا إنسانا من أهل الكتاب يعني افتقر و صار الناس يتصدقون عليه شو بقى السماحة هنا تبلغ الزرقال يفرد له راتبا من بيت مال المسلمين يمنعه عن الصدقة و ده من الأئمة المالكية و المالكية معروفين شوية كده بإيه بالشدة يعني ده كان في الأول بأول ما كانوا متشدين في الغسل و الطلاق بس قد تبال سيادت و لذلك قالوا في المسأل لو لا الغسل و الطلاق لكان مذهب مالك ترياق ترجمة نانسي قنقر